السلام عليكم ما يعطوكم العافية شاء اليوم سأشرح لكم التجربة الخامسة بعنوان cellular respiration and fermentation التجربة سهلة نوعا ما التجربة سهلة نوعا ما بس البارد البركتكال بارد في هذا النخ بس ان شاء الله تشاهدوا سهلة ماشي بيحكي لك respiration The process by which the living organisms get energy التنفس هي الطريقة التي من خلالها تحصل كائنات الحية على ATP من الغذاء من الغذاء من يحتاج الطاقة البكتيريا الأوليات الطحالب الإنسان النبات كل الكائنات الحية تحتاجها طاقة لكي تستطيعها عائشة الطاقة يجب أن تكون في شكل ATP لكي تستطيع الجسم يستفيد منها يجب أن تكون ATP ما هو ATP؟ هو أدونسين ترايفوسفيت هاي شكله نحفظ بس تتعرف أنه فيه ثلاث ثلاث جزئات فوسفيت واحدة ثنتين ثلاث و يحتوي على سكر خماسي واس مقاعدة نيتروجينية يعني بس مش مطلوب الشكل كثير يعني بس مش غلب تعرفه بقول لك فيه عندك عدة أنواع على تنفس هوائي تنفس لا هوائي وتخمر أول شيء التنفس الهوائي اللي هو اللي بيصير نعرفه هنا يعني بصير عندنا في الجسم الإنسان بشكل يعني معظم التنفس في جسمنا تنفس هوائي فيه لا هوائي بس الهوائي هو بشكل نسبة أكبر ماشي بقول لك سيحتاج أكسجين لماذا أزقى الأكسجين يستعمل الأكسجين يستعمل الأكسجين كمستقبل نهائي الإلكترونات والبروتونات لماذا؟ عشان يعمل اي تي بي بقول لك الكاربوهيدريت والفاتس والبروتين يتم استهلاكهم خلال التفاعل ويعتبر اسمه نطلع عليها مصطلح ترسينج غلوكوز ماذا يعني؟ هم أشياء بعدما يتفككوا يضعون غلوكوز ماشي بيحكي لك التلفز الهوائي بيصير على عدة مراحل جزء منها في السيتوبلازم والبعض الآخر في الميتوهنديريا أربع خطواتهم الجلايكوليس ماذا يعني بالعربي؟ لا ما ننسيته ما علينا؟ بيصير في السيتوبلازم اه التحلل الجلايكولي ما علينا؟ بيصير في السيتوبلازم ما علينا؟ ما علينا؟ بيصير في السيتوبلازم تحول غلوكوز لاثنين بايروفيت ما هي؟ مركب في ثلاثة كاربونات لذلك تعرف أن غلوكوز تحول لاثنين بايروفيت ما يحتاج بيصير Opn ما يحتاج عندنا غلوكوز تحول إلى فتلحة غلوكوز يعني هذه خطوة ثابتة في جميع عملية التنفس سواء أربع إخلق و أربع إخلق و هو نصف غلوكوز أكثر من أن تنتج 2 بيصير بيكون ميزة شغلة في عنا اشيء اسمه Substrate Level Phospholoration و Oxidative Level Phosphorylation ما هو Oxidative Level Phosphorylation نشوفه تحت بس لك تعرف انه Glycolysis بيعطيني 2 ATP ب Substrate Level Phosphorylation Per 1 Glucose Merculine كل جزء غلوكوز بيعطيني 2 ATP و كل جزء غلوكوز بيعطيني 2 H بيكون تحفظون النواة تشكول العملية Formation of Aster Co A بالمرحلة الأولى حوالنا لجزء غلوكوز لـ 2 Pyrovet و كل Pyrovet نحاوله S-Co A بيقول لك اثناء عملية تحويل Pyrovet لأster Co A بنتاج 2 CO2 و 2 NdH 2 CO2 من 2 Pyrovet يعني كل Pyrovet بيعطيني عشان تحويل S-Co A بنتاجي 1 CO2 يعني هذا يجزء غلوكوز بيقول لك A-T-A وين سيكون العملية بيتم سيكون المتصوح الكريب السيكل المتصوح الكريب السيكل ما الذي سيكون فيها نحاولنا قول لجزء غلوكوز في منذ 2 Pyrovet و قولنا كل Pyrovet و كل S-Co A كل S-Co A بدأتدخل الكريب السيكل ينتجي إلى نواة التالية طبعاً هذا الن нам CB Nancy يعني ايه. يعني ايه. ايه. يعني ايه. يدعون 2 ATB. و 6 H. و 2 FH2U. 6 H2U. و 4 SO- checker. و داع 보니까 لا تنبتش. الان احتمال الدكتور يأتي لك. BGEV answers 1 BGEV او احتمال يأتي لك BGEVегories 1 BGEV mineye. يعني. و انت تفهم العملية كيفي مختطة تحل. بحيث تعرف كل شيء كم ينتج الالكترنسبرتشين كيميو كيميو اسموسيز تنتج 2-320 اي تي بي او 4-320 اي تي بي او 6-320 اي تي بي عادي الثلاثة صح فرمان جلكوز ملكول من السرح تشوف تحت انه كتبين مرة 34 مرة 36 هيا العملية باختصار اول شي اقول لك الجلكوز بسرعنا الجلكوز متابوليزم بتحوله الى بيروفيت إنسابي او 5-220 اي تي بي احذرين 2-320 اي تي بي و أخرحين الـ التنين بيروفيت هي انسوها الفت AdriV성이 بتحولنا إنسابي التنين بيروفيت تعطيني النواتج التي تعطيناها فوق بعدها الـ 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 كل متفاعلات تحتهم ترى كل الـ 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 كل هؤلاء نستعملهم في الـ الـ وهؤلاء تحولهم إلى الـ الـ مكتوبة تحت إن شاء الله هذه هي العملية التفاعل الكامل لماذا أقول لك من 34 إلى 36 لأنه مرتبطة نفسها في الطاقة تفصيل كثيرا بشيء يطلب منكم تختار بالـ هذه مخططة أيضا يعطيك الـ كيف تنتج الغلوكوز يعطينا 2-ATB يصبح بيروبيت تحول الـ وهي يقول لك كل أغشوف الـ يقول لك تعطينا 4-ATB 2-NADH قليلا آه تمام نتجم حسنا كما تعرفون الـ 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 هذا يقصح أرى الـ الـ كل الـ 3-NADH ولكن تحول في الـ الـ 3-ATB وكل 2-ATB المجموعة التي قلت لكم 32 34 كل هذا ومعلم مهمة الـ هي الخطوة التي تنتج كمية الـ ما هي الـ كمية الـ في مرة أتذكر السؤال كانت في الخيارات كمية الـ و أكثر الـ 3-ATB تتعرف أن أي نعم نفس الشيء تقريبا لكن الخطوة التي تعطيني ATB أكثر هي الـ كمية الـ تحفظوها الـ الـ تنفس الهوائي أول شيء يحدث في غياب الأكسجين أهم فرط هذا يعني و يستعمل الـ في التنفس الهوائي ما استعملنا؟ الأكسجين كمستقبل نهائي بينما يستعمل المركبات اللاعضوية ماشي يقول لك كائنات الحية الـ الـ يستعمل الـ عندما يكون موجودين في أماكن لا يوجد أكسجين مثل في الـ نير هيدرو 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 مثل فتحات حرارية تكون موجودة بالمحيط المتحت منطقة حواليها خالية من الأكسجين أو يكون فيها مرات أكسجين لكن صعب الجسم يحصل عليه و يصبح أنوربك كونتشين ماشي هيدرو 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 أصبح في وجود المنطقة الآن هيدرو سيعمل يعطي نجل الوحدة هي ساتق بعدها يحصل أعماليا جميعها من البيروفيت لذا ترقب بيروفيت لن يمكنك إخوص النظام لأن ترجع البيروفيت الاطبيعي التي لا تراكمه في المخطط حقاً كيف ينتخلص الهاتف منه البيروفيت؟ نحاول ممتازة الاسترقاء نحاول ممتازة الاسترقاء و تراكم البيروفيت ليس مفيد و لديه مقاليات و تنظر و تتخلصوا من البيروفيت حسناً الانتاج التي جاليها 36 ATP تنطاقة عالية الانيوربكر سيباريشن ممتازة نقطة 2 ATP لماذا؟ لأنه يقوم بعمل الجليكو الأساسي الاندي برودكت CO2 H2O جيد هؤلاء اثنين تسولي ايهم لأن هؤلاء تبعات للفيرمينتشن بس دكتور حاطم هؤلاء ماشي بسير في البلانتس والأنيملز بينما هؤلاء تسير بسير في سيتو بلازم والماتوكندرية هؤلاء تسير في سيتو بلازم لماذا؟ انه قريكو لايسيس بس بسيتو بلازم تخمر يستعمل الورغنيك كمباوند في الاروبك رسبيريشن في الاروبك رسبيريشن تساعمل الاروبك رسبيريشن سيستعمل الاروبك جميلة اكبر مرورك جميلة هؤلاء تساعمل الاروبك رسبيريشن و لايصنة الاروبك رسبيريشن حصلة الاروبك 조합 أنه قريكو في الجيد ماذا ينتج لي؟ 2-CO2, 2-ATB و 2-Ethanol الATB هذول تعوني الجايكولايسيسيس بس حكينا عنده آليات تجعله يتخلص من البيروبيت الناتج المتراكم بحلولية لEthanol الالكوهول بحلولية لEthanol بينما في اللاكتات بحلولية للاكتات أهم فرق بين الالكوهول فرمينتاشن اللاكتات فرمينتاشن انه اللاكتات ما في CO2 ما بنتج عن نسي اوتوك ماشي 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 بيقولك بيمنع تراكم الناتج عندك السيتو بلازم وبيعطي النات بلاس عشان الجايكولايسيس تنتج ماشي في عملية الجايكولايسيس هي عن تحت بيشوف انه بيستعمل اثنين نادي بلاس عشان نحمل اثنين الناتج بيقولك بالفرمينتاشن بيمنع تراكم وتكون الناتج بسيتو بلازم عشان نقدر ننتجه عن طريق عملية الجايكولايسيس عشان يعطينا ATP هي الكوهول فرمينتاشن بيشوف انه هي اهم الفرقات بينهم اول اشي هي الجايكولايسي التابتة بكل الكائنات الجايكولايسيس هي نفسها اماما ستإنتجه هاتج اثنين اثنين ai الكربونتين. هي أستلدهايد. يعني مش مطلوب تحفظ اسمه بس يعرفوه. بس هي أستلدهايد. بيكون عندي إثانول. طبعا عن طريق تكونه للإثانول. بيحول لي الناد أتش لناد بلس. عسان تدخل برضو مرضى في كيف يمكن أن تحول البيروفيت لإثانول العطول. لأن في حال تحول البيروفيت لإثانول العطول لا يمكن أن ينتج نادي بلس. نادي بلس مهمة لتدخل في عملية الجليكوليس. فقلنا قوش البيروفيت بتحول لمركب. وبنتج CO2. وهذا المركب الناتج. بتحول لإثانول وبنتج لنادي بلس. نادي بلس وإثانول. هنا بينما في اللاكتك أسد فرمنتاشن. البيروفيت عن طريق أنزيم اسمه اللاكتك أسد دي هيدروجينيز بيقدر يحول نادي أتش لنادي بلس. ما في داعي يدخل فيه خطوطين. أهم الفروقات بينهم أنه ألبه الفرمنتاشن. الإثانول اللي هو البنتج كربونتين بس. بينما اللاكتك أسد هو ثلاث كربونات هي واحدة. ثنتين ثلاث. بينما هي فقط ثنتين بالإثانول فقط ثنتين. باستعمل ألكول دي هيدروجينيز تفورم إثانول. النزيم المستعمل عشان ينتج لي الإثانول وعشان ينتج لي النادي بلس. هو الألكول دي هيدروجينيز. بينما هي اللاكتك أسد دي هيدروجينيز. أنا بس بقول لك. من عند البايروفيت عند خطوطين. بينما هي خطوط واحدة. ما هي. يا رب كنت أسجل يا رب. الحمد لله بنتسجل. يا رب كنت خلصتنا بشرح التجربة النظرية. سندخل على البراكتكال بارت. والله البراكتكال بارت. هذا قريبا أطول شيء يعني. ما شاء الله. ثمان صفحات. أو سبعة صفحات ونصف. بس سهل إن شاء الله. هاي التفاعل. أقول لك. بعيد نفسي الحكي أن. عندنا. الخلال الجليكوليس. اللي هو الجلوكوز هذا. بدخل عندي. الكريبس سايكل. وكيميوس موسيز. وبعطوني. 6 CO2. 6 H2O. واتب. وهيت. حسا تحت رح نشوف معلوم مهمة. ما علينا. أول تجربة معنا هي. سنثبت إنه. اليربيكورسبياريشن يعطني مي. إيش الدليل إنه يعطني مي. بحكي لك. وجود مي مكثفة. أو قطرات ماء على الجزاز البارد. بعد ما تنفخ عليه. هو مؤشر على وجود ماء في اليربيكورسبياريشن. إنت بس تنفخ على الجزاز بارد أو. بالشيطة بالذات. بتلاحظ إنه. بتكون عندك ماء بس تنفخ على الجزاز. غطلات ماء أو تكاثف ماء. بتقول لك هذا هو مؤشر على وجود. الماء في اليربيكورسبياريشن. بقول لك إنك تجرب أكثر. تأذي ببريث. بس بقول لك إنه. تجرب خد نفس التعميق. ونفخ على الجزاز. تلاحظ إنه عندك تكثف للماء. من اليربيكورسبياريشن. ماشي. نفس الشيء بقول لك برضه. يعني بس سايهم يقرؤهم. بس همش تعرف إنه. يعني. كيف نثبت إنه وجود ماء. بس ننفخ على جزاز بارد. أو بتكون عندك تكثف ماء. أو قطرة ماء. وهذا هو دليل على. إنه اليربيكورسبياريشن. بيعطيني. سكس اتتتو. برقل كوز مركول. ماشي. نثبت إنه اليربيكورسبياريشن. بيعطينا سي او تو. إيش بدنا. بدك. بحثة شهيق. بحثة زفير. لايموتر. مثل. لايموتر برضه. لو تلاحظت لايموتر. تبحث عن جوجل. سيأعطوك هذول الثلاثة. هو تقريبا نفس الإش. هذول الثلاثة يعني. تستعمل. كالسيوم هيدروكسايد. باريوم هيدروكسايد. أو أي نوع من لايموتر ثاني. وبعدد. بقول لك. لدينا بحثة بوتل. لدينا بحثة بوت. واحدة نعملها. اكسهيلينج. زفير. والثانية. رحون قصيرة. نعمل. انهاليشن. اللي هو شهيق. ماشي. هسف نشوفها صورة طاحت هنا. شوفوا كيف هان. بيقول لك. بذلك تستعمل انت تجيب أنبوبين. أنبوب تحط فيه. أسف انبوب واحدة. ما فرقت. تجيبون هنا. جابوا انبوب واحدة. تضعوا فيه. ما اسمهم. البابيت. تضعوا فيه متنتين. أو تجيب انبوبين. تضعوا واحدة واحدة. ما فرقت. المهم الفكرة. بقول لك. تستعمل انت في. انبوب الطويل. تنفخ فيه خمس عشر مرات بيقول لك. علامة نتكد انه أنت دخلت اكسوجين. حلو. حسل وما تدخل نتكسوجينه من العملية التفاعل. ست تلاحظ انه تكون عندك بي. أESو 3 مينس. ما هو بي. أسو 3. وبيقولنها عبارة عن chi. غابيت. ما علينا. ما علينا. العبارة عن راسب أبيض. ولكن لذا ينفخ الانبوب. ستلاحظ انه كان لديك راسب أبيض تحت. وهو دليل على انه صار عندك تفاعل بين B-A-OH2 مع CO2 حلو؟ وهي بيقول لك لما تعمل الانهاليشن لو تسحب نفس ما راح مش يصير اشي يعني طبيعي انه انت ما ضفتش اشي عليه هاي بيقول لك لما تتنفس ما ستتعمل الانهاليشن ما ستعمل طويل بلاش يدخل عرقتك يدخل على جسمك تشربه بالغلط ماشي يقول لك لانه في حال واي بيقول لك في حال استعمل طويل بيت انت راح تبلع الباريوم هيدروكسايد والكميات الكبيرة من الباريوم هيدروكسايد راح تأذيك اكيد يعني بيقول لك في حال بالغلط دخل على فمك ما تبلعه اخسر فمك مرات كثيرة وروح بلغ الانستركتور اللي هو الدكتور ماشي step and result نحكيناه متحت هاي بيعدوهم على السريع اهين بيقول لك انه في حال انت لما تعمل لما تنفخ جوال non-plipi راح تلاحظ متكون عندك بي او سي او تري منس واتش تو او مش راح تلاحظ اتش تو او انت راح تلاحظ الوايت الراسب الابيض اللي بنتوج عندك ماشي اه اه بس تلاحظ تنفخ انه تزرق باختصار بس تلاحظ بس تزرق بس تلاحظ تكون بس تلاحظ نعم الهيت بروتوكشن بيقر إير بكسفاريشن سنتبت أن التنفس الهوائي بيعطينا حرارة كيف؟ نجيب داديست خميرة وفرشيست داديست وفرشيست وماشي وثيرهم 100 رجال حرارة يجيب حجرتين تضع واحدة تضع فيها وهي داديست وفرشيست لكي تقرد قانب النتائج هذه عرسم تقدر تشوفها أول شيء تجيبهم الهي 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 جهاز يعني بيكون فيه ثرموميتر بحط داخله لكي يقدر نقيس تغيرات درج الحرارة حكي لك بتعبي ثلثه 20% جلوكوز مجلس تضيف داديست وعلى على على ماذا نقرأ؟ ما علينا باختصار الخطوات تجيب عندك الناتور تضع فيه 200 جلوكوز ويضع فيها داديست ويضع فيها فرشيست حلو تتأكد انه موجود عندك وهو الثرموميتر موجود بيحكي لك بعد ان تضيف الجلوكوز والديديست تتأكد انه ثلاث أرباع الحجرة موجود ثلاث أرباعها مغطية من الفوليوم ثلاث أرباعها مليانة وهو الثرموميتر افتبت الكثير بالأرباع بلا تتأكد ان المنزل ثلاث أرباع بحل ثلاث أرباع الشغير ليش تربعين دقيقة؟ ستنو حصول هو الRespiration أقول لك بعد ما يمشي الوقت رح ارجع وعقص درجة الحرارة، رح تلاحظ انه اللي فيها Precious صار فيها 36 درجة الحرارة يعني درجة الحرارة زادت بينما عندما انتتضت فيها the Dast ما أقوم بتظلت درجة الحرارة ما هي ويش طبيعي لانه ليس يمس لديه respiration إنه ميت قليلة هي معلومة مهمة فقط 40% من الطاقة الناتجة تتحول إلى ATP حسناً؟ نعم، هذا يوجد غرط لا، لا يوجد غرط فقط 40% من الطاقة الناتجة من تحويل غلوكوز إلى ATP فقط 40% فقط 60% من الطاقة الضائلة تخرج كحرارة نعم، هذه التجربة نعم 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 المستقبل الهيدروجين مثل الناد بلس مثلا بايدهيدروجين يتجربت الهيدروجين بايدهيدروجين يتجربت الهيدروجين التفاق نتنسوه لا أكيد لا نطلوب منك هذا ماشي نبدأ بالتجربة عطول لكي تفهموا الجمل اللي فوق ستقوم بنفس مزيجو produktدمه بايدهيدروجين ليستخدام الخميرة ك descub Therapy ستكون هذا اكتش Unexация الـ Dehydrogenase Enzyme يحول البروتون من البلوكوز المثلين بلوكوز المثلين بلوكوز يحول البروتون من اللون الأزرق لليكوميثالين أول شيء يوجد بلوكوز يوجد بلوكوز المثلين بلوكوز لديك الانزيم الـ Dehydrogenase Enzyme ما يفعله ؟ التوجي من البلوكوز يأخذ البروتون من البلوكوز يقوم بلوكوز يقوم بلوكوز يقوم بلوكوز حلو؟ لكن المثلين بلوكوز إذا اضرب قبل أن تجيب الـ H لكن يتفاعل مع الـ Dehydrogenase Enzyme ويدخل عليه الـ H Plus تبطل اسمه مثل الـ Blue أصلا يصير اسمه ليكوميثالين حلو؟ أو Reduced مثل الـ Blue ما فرقت يعني وهذا يقول لك يحول لون من الأزرق يصير لون أشفه بس هاي مختصر العملية التي تحدث يقول لك ليكوميثالين هو الشكل المختزل من مثل الـ Blue سرعة التحول سرعة آثف سرعة اختفاء اللون الأزرق تدل على سرعة كل مختفى اللون الأزرق أسرع كل ما ذلك لأن الإنتفاع عندي أسرع ماشي الأدوات الـ Tools مختفى نصبت ديست مثل الـ Blue و ديستل دووتر يعني هذا هو المطلوب الذي سرعه عمله ونأضج تستطيوب من 1 إلى 3 من قلمه أول شيء سأخذ لك نضيف ديست طبعا ارقام ليس مطلوبة الاني نضيف ديست و الثالث نضيف ديستل دووتر طبعا عندما أنك تنطبه و مرات يقول لك مثل بويل ديست اللى هي الزفاع تصير ميتة نفس ديست الآن سوف نرى برضه بالرصم تقوم بتنضيف جلوكوز يعني عشان ننسحل بتجيب تنبيب ونضع فيه فرشيست ونضع فيه ديست ونضع فيه ديست الدواتر وكلهم نضع عليهم جلوكوز آسف آسف آه مضبوط صح مضبوط إذا مضبوط فرشيست ديست ومي ونضيف عليهم جلوكوز ونضيف عليهم جلوكوز ومضوع اليهم مسبوع المغرم لكن بخلطهم منيح ونضعهم فيه درست حرارة 37 لابتومام تيبرتر نضع على حريكية لبإموني أقصى فعليات مدد ساعة نتائج نقوم بتقديم نتائج بالأول من الصفر في اله اللون المثلين بلو اختفى ماذا يقول لك؟ دليل انه الهيست تحتوي على دينيورج انزيم اللي عمل على نقل البروتون اللي هو الاتش بلاس من الجلوكوز الى المثلين بلو فالمثلين بلو تحول لليكومثالين اللي هو ملوشكل ملوشلون في السيكن تستو تيوب ما صار شيء لانه ميت وما عنديش دينيورج انزيم اصلا في المبوب الثالث برده مي ما فيش نجي دينيورج انزيم فبرده ما تحول فبس عندك تعرف النتائج انه بس في الفرشيست اللون اختفى هاي شف كيف اللون اختفى هان لانه في دينيورج انزيم هاي راح تشوفها هاي يقول لك هاي بول ديست كان بول ديست اللي هو غريناها فماتت ونفسها دديست ناشي هاي كيف ترطى كل الاربكورسبياريشن هاي نبدأ بالانيربكورسبياريشن خلال هذه التجربة عندك تنتبه على معلومة مهمة جدا بول ديست هاي بول ديست انيربكورسبياريشن ما يعني؟ معناه هي تنمو في الاربكورسبياريشن عندك اكسوجين تنمو و بتتنفس و كل شي بس انت اجبرتها انها تعيش في مكان ما فيش في اكسوجين تتعرى تعيش عادي يعني تتعرى تعيش بCHUH اختياريشن يقول لك في الاربكورسبياريشن بتحول القلكوز الى CO2 عادي الاربكورسبياريشن عادي بس لما تكون لديك اكسوجين يحاولون غلوكوز إلى CO2 وهو الكهوليك فرميناشن اخيان طبعا بيقول لك في التزربة الاتية رح نستعمل معلية عدة كربوهايدرات مثل غلوكوز و ستارس و سكاروز ونستعمل طبقة من الزيت طبقة من الزيت شو تسوي تعمل لي غلوكوز تمنع دخول الأكسجين في التزربة الاتية بشكل أوضح ولكن هذه معلومات نستعمل بيورم هيدروكسايد أو كالشا مهيدروكسايد أو بروموثيم والبلو يتميزه بين المثال البلو والبروموثيم والبلو ليس دخل بعض المثال البلو لا يوجد المثال البلو ليس دخل بالبروموثيم والبلو ما هو الرد؟ لكي نختبر هو كيف يسموه؟ المثال ماشي بيحكي لك لفينه الرد بكل لونه طبيعي ليس طبيعي في البيئة السبعة مثلا لونه أحمر لما تضعه في بيئة قاعدية بصير لون زهري و تضعه في بيئة حمضية بصير لونه أصفر و برضه بروموثيم بلو لونه بالبيئة السبعة بيكون بيئة متعادلة بيكون غرين بصير أزرق في البيئة القاعدية و أصفر في البيئة الحمضية تحفظوا صراحة كلهم لأشبر مز ماشي كالكفية التجربة الجلوكوز هو البروتون دونور هو الدونور هو اللي رحي منحنا الهيدروجين اليست هو المصدر الديهيدروجينيات انزين و قلنا بحول الديهيدروجينيات انزين نقولي البروتون اللي ناخده من الجلوكوز لناد بلاس أو نرد بلاس اللي هو مستقبل ببروتون البروم هيدروكسيد مستعمله كCO2 كيف يعني؟ انه بعد ما تنتج الCO2 رح تفعلها البروم هيدروكسيد وبنتج لي قلنا بCO3 و ما هذا؟ راسب أبيض فكلما تكون عندي راسب أبيض أكثر كلما كان عندي CO2 أكثر ناتج لقد قلنا بعمل الورباء في حالة استعملنا الجرميناتك سيدز اللي هو بكتور لازم نستعمل ألمينيوم نلف التيوب عشان نمنع حدود الفوتو سنتيز عمليتهم الضوئي في حالة استعملنا السيدز بس نستعمل ليست في كل تجارب التحدي بزاك تعرف انه في وظيفة الألمينيوم لما نستعمل الجرميناتك سيدز هي ايش منع الفوتو سنتيزز في حالة استعمل في حالة استعمل CO2 يبني الورغانيك كنباوند ليس كذلك يستعمل CO2 يبني الورغانيك كنباوند هذا شيء يؤدي إلى آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ يكريك أنه عملية نائق ضوئي تنتج أورغانيك كنباوند وتستهلك CO2 فإنما تأخذ CO2 من البيئة المحيطة تتخرب عن نتائج تتعطي تتعطيني Give a false result لأنه أنا الCO2 أستعمله لكي أرى السرعة التفاعل إنتما تأخذ CO2 لكي يجب أن يمنع الفوتو سنتيزز لكي لا يعطي نتائج خاطئة هذا في الجراب ناتج وقت الأذان بسم الله نرجع نكمل الأدوات نستعمله في التجربة Glucose, Saccharose, Starch Fresh East, BaOH2 لماذا باOH2 نستعمله لكي نرى هذا CO2 لكي نعطينا أنه هو الراسب الأبيض Oil لكي نعطيه Inurbeck Condition Graduated Cylinder مخبار مدرج Paraphim to Enhase the System ننسى مش مطلوب لكي نستعملها و Inurbeck Respiration Set لكي نرى أول شيء أننا نعمل ثلاث عينات أو ثلاث ثلاث مجموعة في الاختبار أول واحدة نضع فيها Glucose حلو نضع عليها Fresh East وبعدها نضع من الزيت لكي نضع لكي نعمل Anurbeck Condition نسكره منيح أفضل أفضل نمنع التصرب CO2 حلو حسنا نعمل ما هو Anurbeck Respiration Set عبارة عن انبوبين اختبار موصولات بعض هلو هلو رسمي موصولات هلو هلو هذا كبير واحد صغير الكبير كبير أضع كبير كبير أضع كبير أضع أضع نضع غلكوز ونضع فرشيست في هذا الانبوب ونضع من الزيت تراكمه بينما في الانبوب الصغير الذي نضع فيه الانبوب الصغير هو باريوم هيدروكسايد هلو نصرهم في الانبوب حيث نمنع تصرب بس يدخل هنا هناك رسم تحت ياربون في رسم تحت المساطي هلو هل نحن هل نضع نضع هناك رسم حلو ونضع في الانبوب الكبير غلكوز ونضع ونضع دخول الأكسوجين حلو نرى طبق من الزيت تمنع دخول الأكسوجين بالنسبة لكي تسمح بتصاعد CO2 تسمح لكي يأتي عبر الانبوب ويدخل على حلو نرى نكمل هكذا هل نضع تستيوب تستيوب نضع مريم هيدروكسايد هل نوصلهم مع بعض عن طريق U-shape ببيت اثناء تحت الانبوب اللي نضع نضع 37 هاذا الفيرس ست السيكند ست نفس الخطوات بس نضع والثيرد ست نفس الخطوات بالضب بس نضع النتائج هكذا من الشمال غلوكوز ساكروز ستلاحظ انه السرعة التفاعل في غلوكوز اعلي جدا حيث كيف عند رازل ابيض كثير بينما في الساكروز يعني اقل من الغلوكوز بينما في الغلوكوز في الغلوكوز لا يوجد شيء تقريبا متكون لك ليش هاد الحكي ليش هاد الحكي ليش يكلاع تنتائج هكذا الغلوكوز عطول يتفاعل عطول يتخل بالتفاعل مع الديها هيدروجناز انزايم ويبدأ عطول يتفاعل حلو بينما الساكروز والستارش لازم اقول شيء الساكروز لازم يتحطم ويعطيني الغلوكوز الغلوكوز بعدها الغلوكوز يأخذ بالتفاعل هاد الحكي يطوي الساكروز والساكرايد اول شيء لازم يتفكك يصير أميليز بعدين الأميليز يتفكك يصير ملتوز بعدين ملتوز يتفكك عشان يصير ويعطيني الغلوكوز فعنى عملية طويلة تأخذ وقت كثير هاد اصلا بقولك فيه حال اصلا انه الديست تقرد تقرد تفكك الأميليز انتوا هيدروجن ما في اشي يتكون فهذا يمكن انه اصلا الديست ما تقرد تفكك او تفكك ومطيء كثير ماشا هذا هو سبب انه عندنا نتيجة اعلى ومطيء 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 ماشا بحكي لك تجربة ثانية تأسف خطوة ثانية او طريقة ثانية عشان تشوف مين اسرع بالتفاعل لانه اه تمام او خطوة هانا يقول لك عدل فقاعات تجربة تحسن عدل فقاعات تتكون عندك بالسيئة 2 حلو ثاني خطوة ثانية طريقة اسف انك توزن الواكب برسبات طريقة لك اول شي بتجيب بيو سيئة 3 اللي تنتج عندك بتطوله الرسم الابيض بتتوازنه حلو كيف اول شي تصفي فلتر بيبر تستعمل مع فلتر سوريوشن تتسخنه لمدة شبع ساعة الدرس الحارة 50 هذا يتوازنه اللي عنده وزن اعلى معنا تكون راسب اكثر معنا تكون راسب اكثر معنا تكون راسب اعلى لهمين اللي في غلوكوز ماشي انا بقول لك اه عدة الطرق اللي موب الاول في مع غلوكوز نحطه في درس الحارة 37 حكينا نطلع نتيجة في احد هاي الطرق يا اما بنشوف كم CO2 نتج عندي يا اما بنوزن يا اما بنجيس طول الرسم الابيض طول عندي نجيس ارتفاع كل ما يزيد معنا تصاري التفاعل اكثر انه صاري عندي كم CO2 اكثر بس هاي الدكتور محكهش يعني فمش طلوب كثير هاي اما بنعد عدد فقاعات او بنشوف من فيه فقاعات اكثر او بنشوف من عنده الراسب وزنه اعلى ماشي كاي بقول لك المزيد بسرعة التفاعل من كمية CO2 تنتج عندي بتزيد عدده الراسب الراسب وبزيد هاي بسرعة التفاعل حكي لك تجربة ثانية استعملنا بده من استعمل با 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 الراسب 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 نعملنا للفينو الريد شو حكي لفينو الريد احنا لما يتفاعل مع با حمضيه شو بسر لونه أصفر طيب بقول لك هاي التفاعل CO2 مع H2O آي CO2 مع H2O بتجو لي HCO3 منس منس عبارة عن حمض هاي بحوولي الفينو الريد للون الأصفر با كلما تحول لون أصفر كلما دان عندي CO2 أكثر هاي بس انت مش تعرف انه درجات الألوان تحتها انه بتحوله من اللون الأحمر للأصفر ناشي هاي ونشي الريد ونقلنا رد في ترس الهوارات الطبيعية بسر لونه زهري بمكون قاعدة ويالو إن أصفر بمكون وجود الحمض بسر لون عندي لون أصفر هاي تزربة الأخيرة ان شاء الله ملاش اسم بس بقول لك نستعم فيها برضو two sets of tube of an aerobic respiration هلو نفس الجهاز التي تعملنا هنا نفس الاشي والسم والتستو تيوب بقول لك فيهم الاثنين يحتوي على Promethary Blue أو 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 الفرس بتحتوي على فرشيست والثاني فرشيست والثاني فرشيست نفس ما بدأت تجربة الفوق بس تعملنا شي ثاني ماشي النتائج بقول لك في قرارة تشوف عندي الفقاعة التي تكونت من في الجلوكوز أكثر من الساكروز حكينا ليش الجلوكوز مونوساكرايت بينما الساكروز دي تفكك عشان ديني الجلوكوز ماشي changing color يقول لك قلنا لا أخطو الأولا قلنا أول شي نقيس نعيد عندي الفقاعة أخطو الثانيين يلو حسب النون يقول لك البروماتي البلو لون أخضر النشر blue color in alkaline yellow color in SD condition الغداء الصفر في SD condition CO2 تفاعل مع H2O ثم H2CO3 ثم H2CO3 ثم H2CO3 ثم H2CO3 ثم H2CO3 ثم H2CO3 ثم H3CO3 ثم H2CO3 ثم H2CO3 ثم H2CO3 ثم H2CO3 ثم H2CO3 الارتفاع زيادة تركيز CO2 سيزيد عن الهوئة CO3- لكي يحاولوني اليالوكولر للبروموتايميلي بلو سوف تلاحظ في البداية أنه فيه جلوكوز هي العليمين سيتحول هؤلون الأخضر بداية بينما الساكروز لا يتغير مع الوقت تحول الأخضر بهؤلون الأصفر سوف تحول الأخضر بزيادة تفاعل بينما البروموتايميلي بلو المبوب الموجود فيه ساكروز لا يتغير هذا يصبح تفاعل ولكن بطيء جدا شاهده فيه فقه على التكويهان بس بطيء جدا جدا مقارنة مع الكلوكوز هي نقول لك CO2 سوف تزيد لسرعة التفاعل كل ما زاد عندي أسف CO2 سوف تزيد لسرعة التفاعل هي ان شاء الله سوف يكون خلص نشرح سوف أكمل درس فارمحة ان شاء الله سوف أكمل درس فارمحة ان شاء الله سوف أكمل درس فارمحة ان شاء الله أصح معلومة على السريع فيه دكتور مرات بحب يجيب سؤال انه في حال الجسم الإنسان استهلك كميات كبيرة من الأكسجين ويتمرن بلعب رياضة وبركض يتكون عنده تكويتك أسد شو السبب؟ بحب يتكون بحب يتكون كميات بحب يتكون بحب يتكون شو السبب؟ أتكون بحب يتكون إلى البرمنتشن عشان ايش؟ تنتجلي طاقة لأنه بكون كمية الأكسجين الواصلة للعضرات غير كافية لسن بده طاقة بس أعرف هاي المعلومة لانه حتما تنسألون عنها ما بعض فيجي السؤال بس سيعرفوها أنه جسم الميتوكندرية الموجودة الجوة الخبائل العضرية في جسم الإنسان قد تلجأ إلى البرمنتشن في حال عدم وجود كمية كافية من الأكسجين نتيجة مثلا تمرين رياضية جهد إضافي زيحي ويأتكون أكيد جميعا